اشتركوا في القناة في منزلة الشولة وهي منزلة للظفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط رح يمكث القمر في هاي المنزلة بعد الحلقة يعني بمساء الليلة وهي ليلة الجمعة الساعة ستة وثمانية وخمسين دقيقة من مساء ليلة الجمعة هاي لا ينتقل منزلة النعائم وهي للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق طبعا القمر لما بكون موجود في برج القوس في هاي الفترة نشعر بالابتهاج ومنجد الناس أكثر مرحا ومننطلق على سجيتنا ويتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية كما من ميلة الترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعنا اقتراض المال دراسة لغة جديدة الاستمتاع بهواية ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزوايا البطيئة اللي إلها تأثيرات طويلة المدى أول زاوية هي زاوية اليوم تأثيرها وبتنتهي يعني لغاية ساعات مساء اليوم وبعدين بتنتهي هاي الزاوية هي زاوية التسديس إيجابية بين الزهرة وبين نبتون طبعا زي ما حكينا بتنتهي اليوم هاي بتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول وبتجذب الآخرين لإلنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التسديس إيجابية بين الشمس وبين زحل برضو بتنتهي اليوم بتتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسئولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين عطارد وهاي طبعا رح تستمر لغاية يوم الغد لخمسة اتناعش عادة عند حدوث هذا الاتصال بتتعزز قدراتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم مواضيع علمية صعبة بتعذر علينا فهم هذا السابق وبيزداد التوجه لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفريات ضرورية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس إيجابية بين المريخ وبين بلوتو وهاي مستمرة لغاية يوم تسعة اتناش هذه بتجعلنا أحيانا أن نكون خجولين ولكن ممكن نرد على أي شخص ممكن يثيرنا بعنف شديد طبعا اليوم برضو في عنا اللي هو كسوف الشمس اللي هو في ساعات الصباح تقريبا رح نحكي عنه في زاوية الاقتران إن شاء الله أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية المريخ مع المشتري وهي تقريبا يعني بتظل يوم اتناش اتناش بتتعرض المؤسسات المالية والبنكية والمبادلات التجارية لبعض الاضطرابات وهذا بسبب سوء من التدبير أو بسبب تخصيص الدولة ميزانية أكبر للشؤون العسكرية وهي فترة غير مناسبة لعقد العلاقات التجارية والدبلوماسية اللي غالبا بتتعرض لبعض العراقيل وهذا الإشي يعني ممكن أنه ما يتم التوصل لأي اتفاق في هاي الفترة بيعلو شعن أحد الأشخاص أو الدعاء أو رجال الدين أو المعارضين ولكن طبعا هو بكون محتال والناس بتسدقوا ورح يلقى تأييد شعبي كبير ورح طبعا هاي زاوية لها علاقة بتأثر أو بتتأثر المنطقة بتقلبات حادة بالمناخ في بعض الدول أعصير أو أمطار أو رياح أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية بين زحل وأورانوس وهاي اللي طويل شوي مدتها يعني رح تستمر لغاية تقريبا منتصف شهر واحد 2022 منصبح من دفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وهي بتدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة مع الحكومة واحتمال وقوح حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وصفوط الطائرات وحوادث في السك الحديد وهي بتدل على بعض الإضرابات والاشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة البطيئة هي زاوية تزديس بين الزهرة وبين المريخ وهاي مستمرة لغاية 19-12 بيسود جو عام من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل اليوم هي زاوية طبعا رح تأثيراتها طول اليوم أول زاوية هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون في تمام الساعة 2 و45 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي المهمة هي زاوية اقتران بطبيعة الحال إيجابية بين القمر وبين الشمس لأن عادة يولد الهلال في هاي المنزلة أو في هاي الزاوية طبعا اليوم هذا الاقتران رح يشكل كسوف الشمس وهو ساعة 7 و43 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج في حلقة كاملة احنا نزلناها نزلت على القناة عن الكسوف هذا تحديدا وين بدوا يصيروا كيف بدوا يصيروا تأثيراته على جميع الأبراج طبعا تأثير هذا الكسوف لنهاية يوم 7-12 أما بالنسبة للزاوية تحديدا فهي عادة نخلينا نولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساند والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية برضو بين القمر وبين عطارد وهي رح تكون في تمام الساعة 12 و42 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج مشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما آخر زاوية وهي زاوية التربيع السلبية بين القمر وبين نبتون وهي تأثيراتها بتبدأ من ساعات الظهر تقريبا هي أوجها ساعة 8 و21 دقيقة مساء يعني تأثيرها من ساعات الظهر لغاية ساعات المساء بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بالنسبة للأعضاء الصحية اللي في جسمنا اللي أكثر حساسية خلال هذا اليوم اللي لازم نعطيها نوع من الرعاية الزيادة الكبد العجز اللي هو أسفل الظهر عظم الفخد عظم آخر العمود الفقاري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية هاي أكثر مقاط الضعف اللي موجودة في أجسامنا بالفترة هاي جميع الأبراج اللي بتطلب مننا نهتم فيها زيادة عن اللزوم طبعا أنا ما بنصح للقمر وهو بالقوس عمل عمليات لهاي الأعضاء وخصوصا أنه اليوم في كسوف ولكن لو كانت الحالة اضطرارية ولازم معناته ما في مفر من هذا الموضوع يعملوا العملية لأنه تلقائيا القمر هو أساسا اليوم سعيد وبيدعم في بعض الأمور ولكن حساسية أنه في كسوف لحالها هاي بتخلينا نأجل أي موضوع لبعد ثلاث أيام بالنسبة للعمليات الجراحية زي ما حكينا بما أنه في كسوف ما بنصح في هذا الموضوع إلا للضرورة القسوة بالنسبة لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة نفس الشيء ما بنصح فيها إزالة الشعر الزائد ممتازة جدا اليوم لهذه النقطة قس الشعر التجميلي والصبغ برضو يعني اليوم مش ضروري كثير يعني إلا اللي مضطر أنه بدي يعمل شيء أو شغله بتطلب منه هذا الأمر فما في مشكلة ولكن إذا قدر أنه يأجل اليوم كمان بكون أفضل لا تصلح لقص الشعر العلاجي بالنسبة لمطعوم كورونا يعني بنصح وما بنصح ولكن إذا اضطر الواحد أنه بدي يأخذ المطعوم اليوم يعني بدي يأخذ اللي هو مميعات مثل بيبي أسبرين لمدة ثلاث أيام والبرستيمول حبتين كل ست ساعات بيكون أفضل لمدة ثلاث أيام مع مراقبة الصحة من ارتفاع درجات الحرارة ولازم يأخذ راحة بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج القوس خلو المسار القادم رح يكون يوم الأحد يوم خمسة اتناعش بيبدأ فيه تمام الساعة خمسة وثمان دقائق صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 11 وثلاثين دقيقة ظهرا لا ينتقل القمر لبرج الجدي أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر اليوم الهلال الجديد طبعا هو عمره تسعة وعشرين يوم في تمام الساعة أربعة وثلاث عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بصير ثلاثين يوم نسبة الإضاءة صفر بالمية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم واحد وعشرين اتناعش سعيدة بنسبة مية في المية الآن ولكن مع ساعات الصباح بتصير خمسة وثمانين في المية القمر في القوس حتى يوم خمسة اتناعش سعيد بنسبة سبعين في المية الآن ولكن مع ساعات الصباح بصير ثلاثين في المية عطارد في القوس حتى يوم ثلاثة اتناعش منتحس بنسبة عشر في المية زحاء الزهرة في الجدي حتى يوم تسعة عشر اتناعش سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية المريخ في العقرب حتى يوم ثلاثة اتناعش سعيد بنسبة خمسة عشر في المية المشتري في الدلو حتى يوم تسعة وعشرين اتناعش سعيد بنسبة خمسة عشر في المية زحل في الدلو حتى يوم أربعة ستة منتحس بنسبة عشر في المية أرى نصف الثورة بيتراجع حتى يوم ثمنتعش واحد منتحس بنسبة عشر في المية نبتن في الحوت حتى يوم ثمانية وعشرين ستة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية بلوتوف الجدي حتى يوم تسعة وعشرين اربعة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بما ان القمر استقر في البيت التاسع معناته اليوم رح تنشطه في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة ابتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم ممكن تذهب في رحلة أو تروج العمل أو تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها بيكون اليوم في نجاح وحظ في حياتك العاطفية والعائلية ولكن بما انه في تأثيرات للقسوف صحيح انه القسوف بعيد عن منطقة الشرق الأوسط الا انه بإلو تأثيرات اثناء قيادتك للسيارة بدك تركز بشكل جيد اثناء سفرك تفقد حاجياتك بشكل جيد اثناء نقاشاتك وحواراتك نفس الشيء بدك تضبط أعصابك برج الثور بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة حاول انك تسارع لتهدئة الأجواء هاي فترة مناسبة لالاطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك انك تتحلى بالليون والتفكير الموضوعي وبما انه القمر في البيت الثامن يعني بيت الأموال فهنا بدك تنتبه عن توقيع أي ورقة أو أي معاملة ومنصح اذا كان في عقود تأجيل توقيعها ليومين لقادمات وما تكفى الحد وما داين حد بهاي الأيام برج الجوزاء طبعا القمر مقابلك تماما في بيت الشراكة عشان هيك هذا يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو في مجال العاطفة يعني ما بينكوا بين الأزواج وهاي الفترة يعني شوي فيها نوع من أنواع السلبية وضاغطة وما بينفعك فيها سوى الصبر والمرونة لأنه طاقتك بتكون ضعيفة ممكن تتعرض لمضايقات أو خلافات طبعا اليوم مع الكسوف برضو التركيز يعني شوي مضطرب فعشان هيك ممكن تنفعل من أقل شيء ضبط الأعصاب زي ما حكينا وحاول إنك اليوم ما تواجه أي شخص مهما كانت الظروف برج السرطان أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وبدكوا تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم بدك تكون منظم وتحسن إدارة عملك وحاذر من الجدال مع المعاونين وحاول إنك ما تهمل صحتك القمر يعني في البيت السادس وهو بركز على العمل وبركز على الصحة فعشان هيك حاول إنك تهتم بصحتك وحاول إنك ما تأجل ولا تماطل أعمالك حتى لو اضطررت للعمل لساعات إضافية برضو حاول إنك ما تدخل بأي خلاف مع زملائك بالعمل انتبه لصحتك من بعض التقلبات لأنه برضو طاقتك بحاجة للمراقبة برج الأسد بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم اليوم بتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا هاي فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم إشي إنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة واتجاه الأحباء والأبناء حاول إنك تصحيح الأخطاء برضو في نفس اللحظة بما إنه في البيت الخامس وفي كسوف معناته رح يركز على الأحبة سوء تفاهم مشاحنة حساسية زيادة يعني نقاش حاد فرض السيطرة على الأحبة كلها هاي الأمور بدك تحذر منها برج العذراء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم اليوم رح تجدوا تعاون من أفراد العائلة وممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي ممكن تظهر مشاكل شخصية أهم إشي إنك ما تتهرب من المسؤولية تجاه العائلة إلى أجواء عدائية ومتوترة وحاول إنك تراعي وضعك الصحي بالمقابل بما إنه التركيز على البيت فحاول تبعد عن أي مشاحنات أو خلافات أو صدامات وحاول إنك تخفف وطأة حديتك أثناء التعامل مع أفراد العائلة وخصوصا إذا ظهرت مشكلة ممكن تظهر بعض الأعطال أو بعض الواجبات اللي تكون مرحقة بالنسبة لي لك برج الميزان بتنشطوا في أمور السفر والاتصالات وخصوصا لمسافات قليلة هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان ممكن تحززوا العلاقة برضو مع أخ أو جار بتدعمك الحظوظ وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وعنه ورح تتمتع بسرعة بديها وخاطر بتلفت النظر الأجواء لطيفة وممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك ولكن اللي مش منيح من الكسوف إنك ذك تنتبه أثناء قياتك للسيارة انتبه من بعض الأعطال ممكن تصيب الأجهزة الإلكترونية أو تصيب السيارة مثلا أو أثناء حركتك تتعرض لبعض الإصابات حاول إنك برضو تكون واضح بكلامك على أساس ما تنفهم غلط ودير بالك من العصبية اللي ممكن تظهر فجأة برج العقرب تم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية وممكن تهتم بتوظيف أموالك ولكن بدك تكون عاقل في صرف الأموال ممكن تهتم لمناقشة دعم مالي أو قرض أو تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات هاي فترة إيجابية ممكن تحقق من خلالها ربح ولكن بسبب الكسوف بدنا نقول لك ندير بالك على أموالك من السرقة أو الضياع أو من بعض المحتالين أو من المصريف الزائد اللي ما إلها داعي يعني بمعنى آخر بدك تراجع حالك من أي خطوة مالية إن كان بدك تدين فلوس أو بدك تعطي فلوس تحاول إنك تتروى شوي برج القوس ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط أهم إش أنكم تبادروا لخطوة جديدة ادعى من مكانتكم الاجتماعية اليوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة وواقعية الأمور اليوم بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر ولكن بسبب الكسوف لازم أنوه لها بعض النقاط الأول بدك تحافظ على سمعتك تحافظ على مركزك حاول تضبط أعصابك ما في داعي للمشاكل ولا للصدمات ولا للحوارات العنيفة اليوم بدك تكون مرن قدر الإمكان حاول أنك تمشي هذا اليوم بشكل روتيني أو على الأشياء المضمون مكسب فيها برج الجدي طبعا القمر موجود في بيت المتاعب وفي كسوف برضو يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم عدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهداء وطيرتك لحد الركود وممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهم إش أنك ما تحسم أمر الفترة هاي سلبية ومخيبة للأمل وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها مع وجود كسوف الشمس في بيت المتاعب منقول لك بدك تحذر من بعض الأشخاص اللي ممكن يتآمروا عليك بالخفاء أو من وراء الكواليس أو يستغيبوك أو يحاولوا أنهم يعملوا شيء يعني يجرحك أو يؤديك فعشان هيك بدك تكون حذر انتبه ما تدخل لأماكن مجهولة برضو في نفس اللحظة وانتبه للأمور الصحية اليوم بتقدروا انكوا تعززوا الصداقاتكم منكم أشخاص ممكن يحقق أمي بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتتسع الأفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ما ممكن يتعزز شعبيتك وتحصد بعض الأرباح بتفرح اليوم لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب إلى جنبك بتخف عنك الضغوط وبيطمئن بالك الأهم من هذا كله بما أنه هذا بيت الأصدقاء لا تحاول أنك تفرض سلطتك على أصدقائك خلال هذا اليوم لأنه الكسوف له علاقة في هذا البيت فعشان هيك لا فرض سلطة ولا تحاول أنك تعادي بعض الأصدقاء ولا تواجههم ببعض الأخطاء يعني حاول تأجل الموضوع لأنه ممكن تصير قطيعة ما بينك وبين أحد الأصدقاء وما يكون من وراها رجعة برج الحوت يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبيحافظوا على إنجازاتهم القائمة أهم شيء أنك تهدئ من روعك وحاول أنك ما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها طبعا بما أنه الكسوف موجود في بيت السمعة أهم نقطة اليوم أو أهم نقطة انتبه أثناء حوارك مع المسؤولين وحاول أنك ما تتغيب عن عملك مهما كانت الظروف ما تدخل بجدالات في مكان العمل حاول أنك برضو ما تجازف وما تغامر وما تتهور لأنه أي مخالفة اليوم فيها تشويه لسمعتك عشان هيك بالفترة هاي بدك تحافظ على سمعتك قدر الإمكان بما أنه هيك أن هنا توقعاتنا لهذا اليوم بحب أشكر كل الأشخاص اللي يدعم القناة واللي بحطوا لايك واللي بحطوا كومنت واللي بحطوا ديسلايك واللي بحطوا تعليقات يعني مش مناسبة واللي بحطوا تعليقات مناسبة يعني بمعنى آخر شكرا للجميع شكرا لكل شخص بساهم بنجاح هذه القناة هذه قناتكم زي ما الكل بيعرف وأنا عبارة عن يعني مؤدي لخدمات للكم وشكرا للأشخاص المنتسبين في القناة والأشخاص اللي حابين ينتسبوا بس مش عارفين كيف والأشخاص اللي حابين ينتسبوا بس الظروف مش مساعدتهم على الانتساب كأنهم انتسبوا الزيادة شكرا للكم جميعا هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء